اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية لو حد فاتته فقرة اي فقرة في البرنامج عايز يشوفها ممكن نشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة باللغة الانجليزية ومكان العين رقم 3 وممكن تتواصلوا معنا على فيسبوك او على تويتر نهارك سعيد بردو فقرتنا دلوقتي هتكون عن الازمة السودانية واحنا مركزين عليها بقالنا كذا حلقة لانه الازمة السودانية بتدينا نلتفت الى اهمية السودان بالنسبة لنا بعد ما بدنا نحس ان احنا مهددين في مياه النيل وفي يوم الايام كنا احنا والسودان دولة واحدة دلوقتي دولتين وبعد ما بقينا دولتين السودان انفصل شماله عن جنوبه في فترة اخرانية بعد التهديدات اللي بتوجهها مصر في حصة مياه النيل تنبهت مصر بعد زيارة سيلفا كير لاسرائيل رئيس جنوب افريقيا لاسرائيل بهدف تأمين اقتصاديات الجنوب ابتدينا نحس انه ممكن ده يؤثر علينا بشكل او باخر لقربها من منابع النيل خلونا نتكلم في الموضوع بالتفصيل مع دفتنا دكتور اماني الطويل مديرة الوحدة الافريقية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية السباح الخير يا فهي السباح الفلة اهلا بي الاول يا دكتور عايزين نوضح بداية الازمة او طبيعة الازمة بين الشمال والجنوب ابتدت ازاي اللي وصلت للوضع الحالي اولا انا عندي تحفظ ان احنا نهتم بالسودان او بافريقيا متزاوية مياه النيل فقط احنا عناصر امننا القومي مش بس مياه النيل بفضلا على ان احنا بنا تاريخ طويل بيننا وبين السودان وبين دول المنابع وبالتالي ما يبقاش نظرتنا لهذه المنطقة ديئة للدرجات المسألة التانية فيما يتعلق بالازمة السودانية هي ازمة فيها عناصر متعددة ان كان في حرب اهلية طويلة الحرب الاهلية الطويلة دي قائمة على ان فيه اختلاف بين الشمال والجنوب الاختلاف ده سببه ان الاستعمار البريطاني سر منها 28 عامل قانون اسمه المناطق المقفولة في الجنوب فما سمحش بالاندماج الوطني عشان تكون بلد واحد وتم التعامل مع مسألة الشمال والجنوب بمخطط خارجي وايضا باخطاء داخلية كبيرة من اول استقلال السودان كل التفاعلات دي قدت في النهاية لحرب من 55 ل72 ثم من 83 لحد 2005 2005 حصلت اتفاقية نفاشة بهندسة امريكية هذه الاتفاقية لم تحمل سلاما للسودان الحزب الحاكم في السودان لم يكن بالحصافة السياسية اللي هو حزب الشمال يعني حزب مؤتمر الحاكم بحيث يستوعب او يحتوي الجنوب الجنوب ايضا كان له علاقات خارجية مؤثرة على علاقاته بالشمال فشلت فترة واحدة انتقالية فترة انتقالية من 2005 ل2011 ونتيجة الفشل ده قرر سكان جنوب السودان انهم يعلنوا استقلالهم عن الشمال بعد الاستقلال او قبل الاستقلال كان مفروض تحسن بعض القضايا اهمة جدا المؤثرة على فكرة ان العلاقات بين الطرفين تكون علاقات جيدة منها الحدود منها البترول منها الديون عشر قضايا تسمى العشر قضايا اهمها الحدود والبترول لانهم مرتبطين ببعض الحدود يعني مناطق انتاج البترول البترول مؤثر على موازنة الشمال والجنوب لم تحسن هذه القضايا والمجتمع السودان الشمالي خطأا استراتيجيا حينما سمح بإجراء استفتاء تقرير المصير قبل حسم هذه الخطاء القضايا والمجتمع الدولي نظر إلى شمال السودان على أنه يراوغ في الحسم وبالتالي لا يجب أن نقفز على فكرة تقرير المصير انفصل جنوب السودان حينما انفصل جنوب السودان يصبح فيه بدل علاقات تعاونية بين الدولتين اللي هي المفروضة عندهم مصالح على الأقل في النفط لأنها مؤثر على الموازنتين حصل خلافات بشأن الحدود والنفط والجنوبيين بشكل أو بآخر استقوا أو عملوا علاقات بإسرائيل مرتبطة بعلاقاتهم بالولايات المتحدة أو أن إسرائيل تستطيع أن تضغط على الولايات المتحدة أو تفتح الباب بوابة الولايات المتحدة أخذني السؤال المهم جدا السياسة الإسرائيلية رايحة فين هي بتوغلة في منابع النيل حوالينا مش في السودان بس كمان وفي مشغبات في سيناء هل هي بتضيق الخناق علينا طبعا هي بتضيق الخناق علينا ودي سياسة سبتة لإسرائيل من أول إنشاءها لأنها عندها نظرية اسمها الطوق أو الحلف والطوق ده كان بيستهدفها تعلم أن استمرارها يعني إضعاف الدولة العربية أهم الدولة العربية في الصراعية مصر وبالتالي مطلوب خمق مصر الحقيقة هي حتى هذه اللحظة نجحت في استراتيجياتها التي اتحطت قبل إنشاء الدولة ثم طورت سنة 55 على يد بن جوريون ثم طورت مرة أخرى عام 90 الهدف الرئيسي الإسرائيل هو تقسيم السودان إضعاف السودان لأن ده تصير مباشر على مصر كان إيه مدخلها بالنسبة للدول اللي فيها يعني المدخل كان حق فين إسلاميين يعني قصدين هم إزاي وصلوا أن هم يفرقوا من شمال إحنا غبنا إحنا غبنا سياساتنا خطئة أدواتنا فقدناها لما عملنا سياسات الخصخصة وتم خصخصة شركة النصر أو إنهاءها لم ننتبه إلى العلاقات مع إفريقيا وعملنا تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وأهملنا مصالحنا الأخرى ولم يتم التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمصالحنا في إفريقيا كان لدينا نظاما خائنا للمصالح القومية المصرية كما أسميه خائنا للمصالح المصرية القومية أو الأمن القومي المصري هو رئيس مبارك ألب ألب بعد حدثة محاولة اختياله في أثيوبيا لا أشوف مش مسألة أنه ألب هو مسألة أنه كان مراهن رهان كلي وجزئي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى تحالف مع إسرائيل أيضا الرهان ده تبلور في مشروع التوريس هو عايز يمرر مشروع التوريس بأي شكل وبالتالي هو بيشوف الدواعم الإقليمية والدولية لهذا المشروع فرد في المصالح الأمن القومي المصري وبالتالي إحنا البيئة في دول المنابع أصبحت بيئة يعني فيها تحديات هائلة الحقيقة يا ربنا مع صنع القرار المصري دلوقتي لأن فيه تحديات هائلة دلوقتي المخطط الحديقة كنت بتقول ليه أنا كنت أريد كده جزء أنه فيه مخطط لفصل دول شمال السحراء في أفريقيا عن دول جنوب السحراء طبعا شوف لا هو دي قضية تانية مرتبطة بسياسات تاريخية بالنظر لشمال السحراء على أنه ليس جزءا من أفريقيا وأن جنوب السحراء هو الأفريقي وأن هؤلاء تبقى في منظومة الشرق الأوسط عرب في منظومة الشرق الأوسط كل دول شمال الأفريقيا ليس فقط مصر لديهم مصالح استراتيجية مهمة مع دول جنوب السحراء لأن هذه البيئة يمكن أن تكون بيئة مهددة للاستقرار في دول شمال الأفريقيا وإحنا شفنا النموذج المالي وشفنا أيضا جماعات مسلحة تهد التونس والجزائر في انتشار للسلفية الجهادية اللي هي الأساس الفكري لتنظيم القعدة أو تنظيم القعدة تطبيق اللوح المخطأ شوف سيدي الكريم هو المخطط الاستراتيجي الإسرائيلي إضعاف كل طول الطوق لإسرائيل إضعافها هذا الإضعاف يجي بدعم الأقليات في هذه الدول سواء كانوا في جنوب السودان الأقليات غير العربية غير العربية على الأراضي العربية سواء كانوا في جنوب السودان سواء كانوا من الأمازيغ سواء كانوا من الأكراد لا يعني هذا أن هؤلاء السكان عملاء على الإطلاق ولكنهم أدوات يتم استدامها في إطار الاستراتيجية الإسرائيلية الدول العربية لم تنتبه لهذا الخطر لم تتعامل معه وبالتالي أصبحت مصالحنا مهددة بهذا الشكل لدينا دولة في الصومال مؤثرة على مصالحنا بشكل أساسي فاشلة لدينا منظومة الأمن في البحر الأحمر أصبحت لا تناسب المصالح العربية ومتكلمش عن المصالح المصرية بس مصرية والسعودية والسودانية وكذا لدينا مخاطر أساسية في حوض النيل وبالتالي كل البيئة الحقيقة فيها تحديات هائلة طب هي المدخل كانت إيه؟ كانت مشاريع استثمارية؟ هل انسحبنا؟ نحن انسحبنا من إيه؟ وهم حطوا رجلهم لأ هم حطين رجلهم قبل ما احنا كمان نكون موجودين ودولة يوليو وعبد النصر انتبه لهذا المخطط ولما قال إن إفريقيا هي أحد دوائر المصالح الاستراتيجية المصرية كان محقا وحينما تعامل بمنطق التحرر الوطني مع الدول الإفريقية وأسسها كان من ضمن الأباء المؤسسين لنظمة الوحدة الإفريقية كانت كلها أدوات جيدة وحينما كانت هناك شركة النصر آلية اقتصادية للاستثمار المباشر في إفريقيا كانت آلية فاعلة كل هذه الأدوات إحنا فقدناها لأن إحنا حصل تغير مع السادات ومع السياسات الخاصخاصة اللي كانت نتيجة التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية إحنا قلنا أن الدور المصري مكلف ما نقدرش نصرف عليه إحنا خصصنا شركة النصر وبتالي ما بقاش عندنا آلية للاستثمار البباشر واعتمدنا على رجال الأعمال فقط وأرؤون تعارف أن رأس المال جبان لا يمكن أن يتعامل ننظر للبعض الاستراتيجي في الموضوع الممكن يبقى مكلف أكتر بالزبط فهو إحنا فقدنا أدواتنا الآن نحاول أن نصلح السياسات لكن لحد دلوقتي إحنا ما دشناش إلى آليات يعني حضور سيد الرئيس في قيمة قديسة بابا خطوة مهمة بعد غياب مصري حوالي 17 سنة مؤشرة إلى توجه مصري جديد لكنها ليست كافية لأن إحنا محتاجين في الداخل إحنا محتاجين إن إحنا مش بس نتوجه إلى أفريقيا باختابات رئاسية أو كذا لكن محتاجين نحدد السياسات محتاجين نشوف الأليات محتاجين يكون فيه جهة تخطيط مركزي للسياسات مع أفريقيا محتاجين يكون فيه مفوض رئاسي أو مبعوث رئاسي لأفريقيا محتاجين لا نتعامل مع أفريقيا أهم حاجة على أساس أيديولوجيا. يعني لا نناصر الدول التي لها اتجاه إسلام سياسي على حساب الدول الأخرى. لأن ده هيعمل استقطاب في حوض النيل بين دول المنابع ودول المصاب. إحنا والسودان دولة مصاب. مثل هذا التحالف. هيستدعي تحالف مضاد من جانب الدول. عشان كده أنا كان عندي سؤال مهم. وصول دكتور مرسي وهو سياسي إسلامي لرئاسة مصر وتصاعد الإسلاميين في عدد من الدول الأفريقية. لماذا يمثل خطورة على أفريقيا وإيه اللي يخلي أو يضطر سيلفا كير أنه يستنجد بإسرائيل؟ لا شوف العلاقة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل قصة طويلة وعريضة. جنوب السودان. سوري. وجنوب السودان قصة طويلة وعريضة من خمسينات. ومرتبطة بعلاقة جنوب السودان بشمال السودان وبعلاقة جنوب السودان بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن وصول رئيس إسلامي. يعني أنا أنا مش هقول إنه خطورة. لكن أنا بتوجه إلى الرئيس وقوله انتبه. سيدي الرئيس لا يمكن التعامل على قاعدة أيديولوجية إسلامية مع إفريقيا مع دول حوض النيل. لأن هذا يهدد الأمن القومي لمصري. هو ده على أساس أنه شمال السودان والبشرين. وفي مخاوف فيه مخاوف من دول المنابع من تحالف مصري شمال سوداني. وجنوب السودان بيحاول يستقوي بدول المنابع على فيه صراع ومع شمال السودان. اللي هو شايف إنه ممكن يتطور أن يكون صراعا مع مصر وشمال السودان. وده مسألة دي خطيرة جدا. أنا قرأت إنه فيه دعم كبير جدا من الموساد للدول في المنابع. يعني خلينا نقول إن كل الأجهزة الأمنية تعمل أن هناك لعبين آخرين في حوض النيل. أقل عن طريقة السلاح والدعم السياح. طبعا. طبعا. بيتم تقديم سلاح. لكن أنا عايز أقول إنه إحنا لا نجرد على الإطلاق. يعني ما تلومش عايبك. طالما أنت غايب ومش منافس ومش لعب في الملعب. أوكي. ما تلومش حد. ما تقولش ده بياخد سلاح وده أصله بتاع إسرائيل. وده عميل. طالما أنت مش موجود. ومصالحك هددت. ما تلومش حد. ما تلومش إلا نفسك. أوكي. فأنا الخطورة الأساسية النهاردة أن يتم تحالف على أساس أيدولوجي أو على أساس ديني. مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين. أنا الحياة أربع بسيد الرئيس أن يضحي بمصالح الأمن القومي المصري. ومطلوب رسالة تطمينات لكل دول المنابع بمبعوث رئاسي من الرئيس مرسي شخصيا. ومطلوب أن تستمر السياسات الأسس الحكيمة للأمن القومي المصري كما هي. كما هي. هذه الأسس ورصتها صورة يوليو. وقبل صورة يوليو ورصتها الدولة الملكية قبل من الفرعونية. مصالح مصر كوطن وكسكان هي المصالح التي يأخذ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. وهي مصالح متوارثة من 7000 سنة. الاختلاف هو بس إحنا بنتعامل مع هذه المصالح. هي العناصر المطلوبة عشان نوصل للعلاقات يعني الشباب المرأة الاستثمارات التعاون للسقاط. لا العناصر شوف حضرتك إحنا أولا لازم نعمل جهة تخطيط مركزي وبعدين نعمل آليات جهة تخطيط مركزي. إحنا دلوقتي في الوزارات بيحصل إيه؟ وزارة الإعلام بالتعاون مع أسيوبيا. شعر فأنا كنت في أسيوبيا من شهر مثلا. ففجأت أن حد معلومات أن عندهم السفارة المصالحة عندها وزارة البحث العلمي. شعر فأوزارة الراي. كل دول مش منصقين مع بعض. فلازم يبقى هنا في أولا يعني مكون مركزي للتخطيط مع العلاقات الأفريقية. كويس؟ هيتم التعامل على مستويات متعددة على مستويات دبلوماسية على مستويات شعبية إحنا عندنا افتقاد رئيسي في الأدوات الشعبية في التعامل مع إفريقيا. هيتم التعامل على مستويات زارة. ده يمكن أن يكون تابع لرئيس الجمهورية. ممكن يكون تابع لرئيس الجمهورية. فإحنا عندنا نقص في تعامل منظمات المجتمع المصري مع إفريقيا. إحنا كل مجتمعات المنظمات المجتمع المدني في مصر مركزة على مصر. المفروض إنه عندنا أزمة إنسانية حلة مثلا بين الحدود بين الشمال وجنوب بالسودان في كردفان. دي أزمة إنسانية تصل إلى حد المجاعة. لازم نقدم بنك الطعام الهلال الأحمر المصري. لازم الناس يتروح هناك. لازم تقدم مساعدات مصرية بأيادي مصرية. هذه رسالة إنسانية يجب أن نقدمها دعما للبشر بمختلف أجناسه ومؤنواحه ومؤديانه. طيب سؤالي الأخير ختاما يا دكتور بنحدك استراتيجيات رئاسة الجمهورية. قضية البشير رئيس شمال السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية. لو مصر أيدته أو سندته في القضية. هل ده سيفهم في سياقه الطبيعي أم سيتم فهمه في سياق ديني؟ أشوف مصر سندته أيام مبارك. والقضية دلوقتي ليست مساندة الرئيس البشير فيما تعلق بالجنايات الدولية. لكن النظام السوداني الآن يتعرض لتحديات مهمة. فيه احتجاجات شعبية. فيه مقصدية كبيرة. وبالتالي يجب أن نأخذ موقف الحياد من النظام السوداني الآن. بينه وبين فصائل المعارضة. لأن النظام سوف يتغير. يعني. فهذا النظام بقاله 23 سنة. فشل فشلا كاملا في تحقيق مطالب السكان. أخواتنا في شمال السودان وجنوب السودان. بالضبط. تم تقسيم التراب الوطني. لم يقدم بداء الحقيقية. حتى قواعد الحزب والقواعد الإسلامية. اللي هي الدعمة الأساسية للنظام. متململة. وعملت مذاكرات ضد الرئيس. فإحنا قدام نظام الحقيقة مهدد. فهي المشكلة إزاي تتعامل معه. وهو مهدد دخلين. تدعم مين وما تدعمش مين. دي مسألة مهمة جدا. أتمنى أن إحنا نقف على الحياد. وأتمنى أن ما يتم دعم على أساس أيديولوجي. لأن المسألة بس مش دعم السودان. لكنها مرتبطة بعلاقتنا مع بقى دول منابع نهر النيل. بكتورة أماني الطويل. مدير إفريقيا. دراسات السياسية والاستراتيجية. بنشكر حقا جدا يا فندم ونورتينك. ربنا يخلق. مشاهدين دي كانت نهات فقرتنا فقرتنا في نارك. سعيد لسه مجتمرة بعد الفصل على طول تابعوا.